السلام عليكم وياكم زيادة علي أكثر خدعة يستخدموها بالوزاري هي خدعة الفعل الرئيسي شلون يعني خدعة الفعل الرئيسي؟ يعني يجيبو لك جملة ما بها فعل الرئيسي وانت مطلوب منك تسوي تغييرات على الفعل الرئيسي طيب وهاي حالة شلون أسوي تغييرات على الفعل الرئيسي وهي جملة أصلاً ما بها فعل الرئيسي احنا أكون ملاحظتين إذا افتهمتها رح تعرف تحل هذا النوع من الخدعة الملاحظة الأولى تقول إذا ما لقيت وراء الفعل المساعد فعل رئيسي فنستخدم الفعل المساعد نفسه هو كفعل رئيسي ناخذ مثال الشي فاعل فعل مساعد صفة فهنا من الفعل الرئيسي؟ هاي الجملة ما بها فعل رئيسي الشي فاعل فعل مساعد صفة الفعل المساعد الـ is رح يكون هو الفعل الرئيسي هاي القاعدة الأولى الملاحظة الأولى كانت هاي الملاحظة الثانية إذا لقينا فعليا مساعديا الأول يصير مساعد والثاني يصير رئيسي مثال هنا علي فاعل الفعل المساعد الأول ولكن لأنه أكو قبل فعل مساعد صار هو الفعل الرئيسي وأخذ ING ليش أخذ ING مهم هذا حسب الزمن المهم الـ هاي هنا هو الفعل الرئيسي أكو قبل فعل مساعد واز هو فعل مساعد ثاني فهو الرئيسي وهو أصير عليه تغييرات إذا أطلب منك أشاور الحمام فالجملة هاي ما بها فعل رئيسي بها فعليا مساعدين الأول واز الثاني هاب الأول واز فعل مساعد الثاني هو الرئيسي إذا فهمت ذني الملاحظتين كل الخذعة لتخص الفعل الرئيسي والفعل المساعد رح تعرف تحلهم القواعد لحنا انتهت المحاضرة وشكرا إليكم